دعت 13 دولة غربية العديد منها من البلدان الدعمة تقليدية لإسرائيل دعوا إلى عدم شن هجوم وسع نطاق على رفح الفلسطينية جاء ذلك في رسالة انبعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كات كما حثت تلك الدول الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع نقاط العبور ذات الصلة والدول الموقعة على الرسالة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان وكذلك نيوزيلاندا وكوريا الجنوبية إضافة إلى دينمارك وفناندا وفرنسا وألمانيا كذلك إيطاليا وهولندا والسويد أكدت القيادة المركزية الأمريكية عن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الرصيف البحري العائم والذي أقامته واشنطن قبلة غزة تم تفريغها بدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة مضيفة أن هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ميناء بحري مؤقت طبيعته بالكامل الإنسانية وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرعت بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية ترجمة نانسي قنقر